تتربع قلعة كاركوك التاريخية في مركز مدينة كاركوك بمحافظة التأميم تعود جذورها إلى القرن الثامن قبل الميلاد شيدت القلعة بحيث تكون الحصن المنيع الذي يحمي كاركوك والبلدات المجاورة من غزو الأعداء صمدت القلعة ألاف السنين أمام أولئك الأعداء لكنها مهددة بالزوال من قبل أعداء اليوم للتاريخ والتراث الذين أهملوها حتى ارتفعت أصوات أنينها عاليا قلعة كاركوك التاريخية صرح موغل في القدم لم يتلقى أي دعم حكومي ويعاني اليوم من إهمال كبير من قبل الحكومة في بغداد على الرغم من أهميته وقيمته التاريخية قلعة كاركوك لها أهمية من ناحية التي عيشها في المحافظة فما لها أي اهتمام من قبل الحكومة والأسف والدليل هي اللي إحنا جاي نشوف يعني تتهدم يوم بعد يوم وقلة الاهتمام بيها أدى إلى هذا الشيء فأطالب يعني أنا كمواطن كاركوكي أطالب الحكومة المحافظة وأطالب أيضا حكومتنا العراقية بأن تضع عينها شوي عليها وقد أهملت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 قلعة كاركوك كما أهملت الكثير من المواقع الأثرية والتراثية في العراق حتى أن الكثير من هذه المواقع بيتت معرضة للانتثار والزوال كما هو مصير هذه القلعة اليوم تم هدم ما يقارب 800 دار تراثي 800 بيت تراثي هدم في قلعة كاركوك الآن من مجموع 860 دار تراثي لدينا فقط 60 دار تراثي هذه أعمال الهدم التي صارت في قلعة كاركوك لم تكن على حسب دراسة مسبقة هدم عشوائي وأيضا احتمال فيه غرض سياسي أيضا هدم هذه البيوت قلعة كاركوك معلم حضاري تهدده اليوم مخططات لتدمير شعب كامل كيف لا وقد عملت حكوماته بعد عام 2003 على إضعاف بنية العراق وتشريد شعبه وتدمير آثاره وتاريخه بشكل منظم وممنهج